اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزيره الخارجية مع معالي السيد اسماعيل والشيخ احمد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني في الخارج بالجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة وذلك على هامش اعمال الدور الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك وقد اعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره للعلاقات الاخوية التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية الاسلامية الموريتانية الشقيقة في المجالات كافة وما تتميز به من تنوع يدعم مصالحهما المشتركة ويجسد مساعيهما الدائمة لتعمق التعاون الثنائي بين البلدين من جانبه اكد معالي السيد اسماعيل والشيخ احمد على قوة العلاقات التاريخية الاخوية بين مملكة البحرين والجمهورية الاسلامية الموريتانية منوها بالجهود الكبيرة التي تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز اطر العمل العربي والحفاظ على الامن القومي العربي وارساء الامن والسلم في المنطقة